تعالوا نروح لزميلة فاروق صلاح من توليس ومعنا لقاء مع الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الأهد معنا في هذه الأسناء كابتن سيد عبدالحفيز كابتن سيد دوافع جديدة والتحديات كتير وبتواجه صعوبات كتير طمنا على حالة الفريق وآخر استعدادات الفريق لمواجهة الفريق للتراجي في المباراة الأولى مباراة الزهب الحمد لله يمكن النهاردة الفريق كله موجود باكتمال للعناصر اللي كانت موجودة في منتخبات بلادها زي بواليا وديانج وعلي معلول جم مباراة بايته مع الفرق مباراة وكانوا موجودين من ليلة مباراة لكن يمكن بواليا هو اللي مشارك معنا في التدريبات ديانج وعلي معلول كان عندهم مباراة لثنين مع بعض مباراة من تونس كان بيتلعب مالي هنا في تونس فالراجل الفضل انهم المدير الفاني الفضل انه يقدر الكافري في القتيل مع واحد من الجهاز لكن الحمد لله الامور كلها اكتمالت دلوقتي يعني يبقى بس ان شاء رحمن يبقى الثلاثة يام اللي جايين عندنا تمرين هنا في نفس الملعب وبعدين تمرين يتيوم الجمعة على السادسي رادس ويوم السبت المباراة يعني ان شاء رحمن بإذن الله يكون استعدادنا كويس تحضرنا ان شاء رحمن يكون عاملينه بشكل كويس تركيزنا ان شاء رحمن يكون موجود معنا ما يغيبش عنا لحظة لحظة واحدة ما يغيبش عننا التركيز في المباراة خالص يعني شاء رحمن تفاصيل المباراة تبقى لصلاحنا مش عليه كنت سيد الموسم الماضي والبطولة الماضية كانت مرحلة استعدادة اللقب السنة دي اصعب ان انا بحافظ على اللقب لكن دايما هو قدر النادي له بص هي مباراة كبيرة وبطولات كبيرة يعني لازم تفصل دايما ما بين كل مرحلة والتانية وما بين كل مباراة والتانية فان شاء الله نخش المباراة بتركيز عالي جدا يعني التركيز زي ما اللي قلت لك من دي واحدة ما يخيبش عنا لحظة واحدة لان هي مباراة كبيرة كده تفصيلة صغيرة تدي لك الافضلية والعكس صحيح يعني ان شاء الله رحمن يبقى معنانا التركيز ده والتوفيق يبقى حلفنا ان شاء الله رحمن ونرجع بنتيجة ساعدنا في ورات العودة ان شاء الله كنت نسيد مباراة الترج بالتحديد مباراة ما بتتحسيمش من التسعين ديئة الاولى عشتها كلاعب وعشتها كمدرب فالفين وواحد شفنا المباراة الاولى مباراة الزهب والحاسم كان في مباراة العودة ايضا الفين واثنشر كان الحاسم في مباراة العودة مباراة حسيمش في تسعين ديئة ما اكيد الحاسم في مباراة العودة بالتأكيد يعني واضح طبيعا ان المباراة رايح جاي يذهب وإياب يعني لكن خلينا اقول لك يعني دايما الحاجات اللي زي كده والمباراة الكبيرة اللي زي كده يعني حالة التركيز بتبع عندك عالية من البداية مش من بداية اللقاء بس من التحضيرات يعني اثنين ان الشخصية بتفرق في المباراة الكبيرة لزا كده الشخصية المتواجدة داخل المباراة الشخصية اللي هي بتبقى يعني دايما موجودة في أثناء الجيم أي أن كانت أحداث الجيم انت شخصتك موجودة وسبتة يعني ولزم تبقى عارف كويس جدا جدا يعني هي تفصيلة زي ما قلت صغيرة ممكن تساعد ان انت تسجل وتتفوق وبالتالي الأمر بيبقى سهلك يعني بتبقى الدنيا بالنسبة لك يعني المساحات هتبقى موجودة لكن برضو أرجع أقول يعني حالة التركيز ما تبقاش تقلب لتنشانة والعصبية احنا من جوه هنا نكون هاديين جدا لكن متحمسين جدا يعني مركزين جدا لكن جوهان هاديين ما يبقاش في توطر ولا عصبية ولا أي نوع من التنشان سيد الوجوه اللعبين مش ده الفريق اللي كانوا اخد البطولة او اخد السوبر افريكي بعد مبارات صندوز وصعود قلت اللعبين عندنا بطولة عايزين استعيدها اللي هي السوبر الافريقي النهاردة تقول ايه اللعبين وانت بتحفز على اللقم خصية الكورة الكورة كل يوم بجديد كل يوم بجديد عايز تكتب تاريخ وتحقق اهدافك وتحقق مستوى انت عايز توصله وتأمل ان انت توصله امبارح بتاع مبارح خلاص بتقفله وبتقفله بكل ما فيه يعني لها تقلبها دراما على طول ولا هتقلبها يعني كوميدي على طول اكيد يعني فيه على حسب الحالة اللي انت بتعيشها لكن التحضير ليها وعتفتك ان انت كل ما يعني ما بتاخد خطوة الاستعداد اللي قدامك بيقل بالعكس الاستعداد اللي قدامك بتزيد يعني الصعوبة بتزيد اكتر يعني لان مهم جدا ان انت تحافظ على اسمك وتمهم تحافظ على مكانتك يعني فمش هتجي غير بالشغل يعني اي حاجة في الدنيا كلها نجاحها ومرضودها واكبر دليل ترد عليه او اكبر حاجة ممكن ترد على اي حد في الدنيا كلها هو نجاحك في شغلك يعني كابتن سيد وجود الكابتن محمود الخطيب في اغلب الظروف واصعب البواقف تقدر وجوده بيدرسالة مهمة جدا للعبين اكيد يعني انت بتكلم في مبارات كبيرة وخصوصا كمان لما تروح لسيمي فاينال يعني فاهمية اللقاء واهمية البطولة في نفس الوقت يعني اخيرا تقول لكل جماهير الناد الاهلي ولو هتوجه رسالة من خلال قناة الناد الاهلي للعبين تقوله ميه اقول ان ان شاء الله رحمن ما ان يخلش بلحظة عرق او لحظة جهد واحدة في سبيل ان احنا حاجة كويسة ان شاء الله رحمن ده وعد ان شاء الله رحمن يعني المفروض اللي بقى واصل للناس كلها والناس كلها عارفها يعني لازم تتعب جدا 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 لازم تبع عارف كويسة وان الامر مش سهل الامر صعب يعني انت بتلعب بطولة افريقية بطولة فيها الاهلي والترجي يمكن على المشهد الاخير او الاربع سنة اللي فاتوا يعني قلعemos 2017 اللي موجود في الفاينال الاهل والوداد 2018 الاهلي والترجي في الفاينال 2019 كان موجود الترجي الترجي والوداد و2020 الاهل والزا مالك فانت بتكلم على اصل اربع مطلط لطن ختمية ولي الحاجة الاهلي فيهم موجود في تلاتة فاينال منهم 2017 وال2018 وال2020 تماميم فاا um الترجي في اصل اربع اه نهيات كان موجود في في اتنين موجود في 2018 وموجود في 2018 أو 2019 فأنت بتكلم على قوة مباراة كبيرة جدا 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 جدا. فإن شاء الرحمن بإذن الله المباراة تبقى عالية وقوية ومهمة جدا وكل حاجة. لكن إن شاء الرحمن بإذن الله بإذن الله تعالى كنت تركزنا فيها عالي وكنت ربنا سبحانه وتعالى معا إن شاء الله. كابتن سيد عبد الحفيز هو هو لهجة الكلام والدوافع سواء في مباراة دور المجموعات سواء في دور التمانية سواء في الدور من قبل النهاية حتى ونتواخد بطولة دوافعك هي هي وقريب جدا من نبض الجمهور وبتحس بالجمهور وأيضا قريب من اللعبين نص يعني الواحد يعني عايز يقول بس في الحياة عن متن يعني كل يوم زي ما فيها يعني أصوله وسوابت ومبادئ كمان فيها متغيرات كتير فمهم جدا جدا أن أنت عشان تنجح لازم تشتغل يعني عشان تنجح لازم تشتغل لازم تشتغل تشوف تبقى دايما باصص لقدام باصص للخطوة اللي جاي باصص لهمية المرحلة يعني يعني مبارح تاريخ حلو يتعامل والناس بتفرح بيه وتبقى سعيدة بيه كمان لكن بكرة بكرة ده مهم جدا الناس تفكر فيها تنسى البطولة بسرعة كتن سيده بتفكر في الجديدة هذا شخصة الأهلي يعني شخصة الأهلي من زمان جدا هو اللي ما كان شوصل اللي هو وصله يعني شكرا عزيزي مشاهدة متابعة شاشة القناة الناد الألي في كل مكان ده كان لقانة مع كتن سيد عبد الحفيز اعتقد كلام طالع من القلب من قلب الكابتن سيد عبد الحفيز لكل جمهور الناد الألي طمنا من خلاله على حالة اللاعبيين طمنا على كل الأمور الخاصة ببعثة فريق الناد الألي وايضا وجود الكابتن محمود الخطيبة يطبق ان شاء الله توفيق ان شاء الله لفريق الناد الألي أمام الترج ان شاء الله تبقى مباراة مهمة وخطوة مهمة جدا لفريق الناد الألي في الحفاظ على اللقب بمشيئة الله بشكر زي مننا فريق صلاح ما شاء الله عمل تقطية مميزة جدا يعني كل جمهور الناد الألي كأنه موجود في تونس بالضبط وبشكر ايضا كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالناد الأهلي بنتمناله ان شاء الله هو وكل اللعيبة جاز الفني كل التوفيق في مغرات موسيقى